الأمم المتحدة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتحجيم ضرباتها الجوية في سوريا لاستماح لنحو 20 ألف مدني محاصر للخروج من مدينة الرقة وخلال مؤتمر صحفي قال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يان إيجلاند إنه يجب عدم المغامرة بتعريض الفارين لغارات جوية لدى خروجهم وفي نفس الثياق قال نائب موعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا رمزي عزي الدين رمزي إن الأمم المتحدة لا تزال تقيم نتائج محادثات الرياض بين الحكومة السعودية وثلاث من جماعة المعارضة السورية حتى تتخذ قرار عقد محادثات جينيف في سبتمبر المقبل